السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مرفض رجلاتي من النشاء وفوق كل دياني من عليم اللهم لا سأل إلا ما جعلته سهلاً وينشئت ربي جعلت الحزن سهلاً أخذنا في الحلقة السابقة إيه أسيادنا؟ أستاذة أسيا تقولي كده أخذنا في الحلقة السابقة إيه؟ المد بالآلف أستاذ خدنا حروف المد بالألف ولا خدنا عليها كلمات؟ ما خدناش عليها كلمات؟ ما خدناش عليها كلمات خدنا حروف المد بالألف وقرأناها وفيه جزء ما نهدش يقرأ لأنك تتحركة خبسة تماماً نأخذ كلمات بها كلمات عادية وكلمات بها مد بالألف بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعيني قنقر أَمِنَة 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 أها. أمينَة ترجمة نانسي قنقر تردد الكلمة مقطع صوت ثلاث مقطع صوتين يجب هم ثلاث حروف ما أنا أقولك إزاي تعمل المادة آم آمين آمينة 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 شوف لما تقرأ بسرعة آمينة 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 هنا الألف ما نتقلتش زي دي آمينة شوف إليك آمينة erecht آمينة آمين 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 يبقى لما تسمع كلمة آمن ما تقولش آمن لا هي مش آمن هي آمن طب هعرفها إزاي؟ مادة واضح آمن آمن طب الألف هتقرأ إزاي؟ هتكتب إزاي؟ آه هذه الألف اللي ممدودة بالألف آه من آمن دي اسمها إيه؟ آمن 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 طيب هنكتب كلمة كمان بعث 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 اكتب كده اكتب قبل لنا ما كتب بعث ما تنتظرش اللي كتبت يعني جريت يعني بعث باعت ما تقولش با شو با؟ شو با؟ هنقولك هفرقلك با إزاي؟ إمتى تكتب بادي وإمتى وتكتبش المادة باعت شوف بتتخرج بسرعة زي؟ باعت باعت وإيه بقى؟ وفيه انتظام في الخبطة؟ باعت مش با عث لا باعت طيب بعث باعت شوف هين أهو باعت 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 العنو الثاء نطقوا حتى بسرعة باعت اكتب اكتب شوف الفرق ما بين دي و دي؟ باعت 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 و دي؟ باعت استحالك كون دي زي دي قال في النطق باعت 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 طيب أنا كتبت الكلمة غالب أنا كتبت قال لي بعث ربت أنا أجي أعمل هذا كده هم ؟ هو قال لي اكتب لي دي باعت تمام روك ترجع تپ بهله خطأ كده فكرت نفا مد فكتبت كمان كتبت راح جاي قال لي خطأ طب ماشي ما تورنيني الصح يا أستاذ تمام بعثة مش كده أمالدي اسمها ايه مش انت عملت كده اه أنا قلت الكلمة اسمها ايه بعثة بعثة اقرأ دي كده بس ايه انت عامل فيها مد طول المد لازم تطوله بقى على الآخر باعت طب طول كلمة بعثة كده ما تعرفش تطولها ما تعرفش تطولها أبدا ليه لأنه نفعش مد أصل لازم هتقول ايه هتقول ايه بعثة بعثة طب طول دي باعت يبقى انت لما تكتب حرف مد خطأ تمام سيه الفل أخطأ ما فيش مشكلة نصلح نصلح ازاي قبل ما نصلح الخطأ لازم نقرأ الكلمة بالمد ما تكتب ليش بقى مد خطأ وتيجي تكتب تقرأها تقرأها ببضو خطأ تاني وتقول لي بعثة لا هي مش بعثة هي بقى انت مدت بالقلب يبقى تطول المد خط بالك بقى الكلمة اللي فيها مد مهما طالت ما بتتغيرش مهما طالت ما بتتغيرش باعت لا يمكن تتغير طب والكلمة اللي مفهاش مد بقى وانا حطت فاهمة وطولت المد يبوز الكلام هنغط كلمة تانية خادمة خادمة اكتب معي خادمة او اكتب معي خادمة ما تنتظرش اكتب ابدأ اكتب على طول خادمة خاء ودلو مي حاول تطولها كده استحالة اطول ما ينفعش اقول خادمة ايه ايه خادمة ما يخادم ركز بقى اللي جاي اللي جاي اللي جاي لو طولتها ما تتغيرش لو طولت الكلمة اللي هنه هقولها ايه دلوقتي مش هتتغير اللي هي كلمة ايه خادم خا اكتب خادم اه ما عملتش ليه فتحة يا استاذ هنه طالما مد بالالف بالحرف اللي قبله معروف مفتو مفيش ولا كلمة ولا كلام تفتح الخاء على طول من الغير حتى الحركة ما تكون عليه طيب شوف هنا بقول ايه خادمة خادمة شوف ده شوف المد بقى خادم او خادم في موت خادم خادم شوف الدلو الميم شوف الدلو الميم كمين ما فيش ما بينهم مد قرؤوا بسرعة ازاي خادم 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 عليها قسرة وبعدها ضم ورغم كده ما طولوش زي دي ليه لان دي لوحدة اللي ماد فركز معاي انت ايه فهو قال لك اكتب لي خادم اكتب لي لك ما شوف تجيب خادم اللي كتب لي ايه خادم روح ترى جاء كاتب لي لك خا دم خادم دي خادم ايوه يا استاذ خاطر ليه اخرق لي كده اسم ايه خادم خادم هو قال لك خادم وقال لك خادم خادم نطقها على كم مقطع على مقطعين اثنين طيب هو قال لي خادم انا نسيتك اكتب الالف يا استاذ طيب وانت بتكتب يا باشه اسمع من المعلم الاول واعمل بالالم بتاعك كده لو ركز معاي لو الحركات دي متساوية يعني متساوية يعني ما اعملش كده وقف شوية وارجع اعمل لا لو الحركات دي متساوية يبقى ما فيش ماد خالص زي ايه اهي اخلي دي فتح اهي طادي ما طادي ما شوفوا انت ساوية ازاي طادي ما شوفوا هنا بقى طا دم خا اهي مسافة ايه ما عملش كده لا انا اقول دا لك انا بقى ما بقى خبطش كده خلاص لا دي طادي ما طادي ما المسافات واحدة مسافات الخبطة ما بين النقرة والنقرة واحدة طادي ما انما ايه طادي مو طادي مو طادي مو اهي اهي طادي مو لو عملت كده تعليم التعليم المادي استحالة تغلط وركز كويس جدا كلمة تكتب زي ما بنقول كل مرة كلمة تكتب بالفتحة والكسرة والضمة ولا الفتحة اي بالحركات اللي عليه تكتب في السطح اللي بقى لها نفس الكلمة بدون حركات وتقرأ دي وتقرأ دي خدنا كلمات عن مد الالف اشوف كل وخدنا كلمات لم شمسية ولم قمرية وعا تنسى دي يبني عندي مجموعة كلمات كتير جدا نقضى وتلحم الكتب اي كتاب عربي اي قصة اطفال اطفال ايو اطفال ايه المشكلة يعني اطفال دي الكلمات اللي في قلبها دي مش قراءة وكتبة مش تعليم ايو تعليم طوصل اي وقصة اطفال ليه بالذات لان قصة الاطفال الوحيدة اللي بتبقى معمول عليها الفتحة والكسرة والضمارة طلع الكلمة كده طلع لكلمة كده فيها مد بالالف كلمة فيها لم شمسية كلمة ماهو انت لازم اصلا انت ما تشقق معايا اللي بتاخد معايا هنا 40 دقيقة فقط يعني ساعتين اتنين في الاسبوع ساعتين اتنين في الاسبوع في التلف حصص ساعتين اتنين ايوة ساعتين اتنين يبقى انت ما تقعدش بقى في الاسبوع كله لانتبديك فيه ساعتين اتنين تقعد لطول الساعات بتاعة الاسبوع دي دماغك رايق لأ طلع من الكتاب طب معرفتش حاجة حددلي حواليها كده وبعتها لي وقلع مش عارف اقرأ طب انا بعرف يا استاذ اقرأ بكلمة بهمزات انت بتسمع يا حبيل قلب بكلمة سمعتها قبل كده فانت بتكمل عشان كده فيه ناس كتير تعرف تقرأ لكن مش عارف يكتب لانه وسمع الكلمة من قبل فاول ما يحاول يقرأها المخ بيجمع اللباخ الكلمة كما سمعها من قبل مخزنها له فروق يقرأ فبكتبها لا يعرفش عنها حاجة طب انا هقرأ ازاي انا عايزك تمسك الكتاب او القصة كلمة الوحدة كده بنفس الطريقة دي اي كلمة مثلا اهي كلمة زي دي مسلا ركز هاخد خط كده في القلم والرصاص بتاعي كده تحت الساكن مع القبل وحاول اقرأ الوحدة يعني ازاي هقرأ دي الوحدة كده مش لازم اكمل بقيت هقرأ طبعا هقرأ اهي عشان اعود نفسي ان انا اقرأ اي حرف بعد سبي بعد حرف ساكن اي اه هقرأ هقرأ الوحدة كأن دي مش موجودة فهم هوله لد لد طيب الساكن مع اللي قبل معروف الالف واللم مع بعض لان الواو من حروف اللام القمرية هعرف ازاي حروف اللام القمرية الواو مع هشد والواو مش من الاربعتاشر عارض اللي احنا قلنا علام من قبل يبقى الالف مع اللاب الالف دائما مفتوح ولا مساكن يبقى اسم اي ال ودي لد فاطل اي مد يبقى هذا كاملة كده يقرأ الساكن مع اللي قبله ويقرأ المد مع الممدود قدي الساكن مع اللي قبله وقدي الساكن مع اللي قبله وقدي المد مع الممدود فانا هقول ايه ال و لد لو قرأت بالشكل ايه ال والد قرأتها كده اقول ها حروف في دماغي بقى ال الف والام ال وارجع اقطع اقرأ المقطع اللي بعد ال بس المقطع بس مش كلمة كلها ما اقول ال والام وارجع اجيب الكلمة هو اقول ايه ال والد لا انا ايه ده اقرأ المقطع اللي هو عليه الدو فتقول ال قلب و و وطول في المد معناه ايوه ايوه عش معايا شهر واحد بالشكل ده شكرا الدرس اللي ادتو لك اقسم بالله ما هتحتاج انه تطرق تاني و يبقى و و مد بالقلب لد لام و دا لان دا لعلاسكو ال والد اقرأ الكلمة دي بالشكل ده بان اظهر المد فيها كم مرة ثلاث مرات ال والد ال والد ال والد قرأت الكلمة اعمل ايه ارجع اكتب الكلمة بنفس الطريقة اللي انا قرأت بها ال اكتب ال والد و اقرأ نفس القرأ و اكتب او مد بالال لد لم و دا و دول سلاس مقاطع صوتية ال والد ال والد تمام قرأت ها كده و اظهرتها و كتبتها صح ها هاجف الصفحة اللي صادها كده بالضبط هكتب نفس الكلمة من غير حركات واقرأ هقول ال والد اه الوالد ايوه شوف انت قرأتها بحركات و اظهرت المد في الاول عشان المعلم لما يجي يملك او اي حد يملك بش يقول لك زي الوالد لا طبعا الا اذا كنت في الدراسة زي امير كده تمام طب انت كبير بقى محتاج دراسة ولا كلام من ما حدش يقول لك الوالد الوالد لو انت ما قرأتش الكلمة دي بالشكل ده هتكتب لي الوالد من غير الف من غير الف المد خالص انما انت قرأت الكلمة بقراءة صحيحة في الاول اسمها القراءة الاملائية فلما ايه بيحصل ايه المخ بيحتفظ بشكل الكلمة ولما اجمع الكلمة بقى وقرأها بسرعة انه خلاص المخ تفض دي لما قول الوالد اه الوالد خلاص المخ كده ركز ان يسمعها الوالد هي الوالد لما اجي حد يقول الوالد خلاص شكرا بقيت شاكرين انا فهمت كل شيء كل شيء انا فهمت ليه ليه ساعتك عشان قطر ساعتك فرأت صح في الاول عملت كده ومشيت بنصيحتي وتشكرين هتوصل غير كده والله ما هتوصل ولو وصلت هوصل توصل بعد امد طويل جدا يبقى هنعمل هنمسك اي كتاب اي كتاب كتاب مغربي اهو ما عرفش زوجتي جايبها منين اهو اهو مثلا اهو وهنظر للكلمات الكلمات انهي طب الكلمات يا استاذي اهو فيها مد بالالف بس فيها كمان مد بالياه واحنا لا خدماش مد بالياه ما تقرأش الكلمة لغاية المد بالياه لا ما تقرأش الكلمة اللي فقى مد بالياه ولا مد بالواه اقرأ الكلمة اللي فقى لم شمسية لم قمرية طب الكلمة فقى لم شمسية بس فقى مد بالواه اقرأ لغاية اللم الشمسية بس طب في كلمة لم القمارية وفهمت ذب supre هدا conclusions الماضي 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 بنجر يبيه أقرأ الالف واللم والس السلطة السوء السوء احنا ما خدناش التاق المفتوحة والتاق المربوطة لسه ما خدناش التاق المفتوحة والتاق المربوطة يا أستاذ مثلا مثلا يبقى أقرأ الألف واللم والس أعود نفسي أقرأ حروف لم شمسية حروف لم قمري كلمة بها مادة بالألف أجب من دماغي كلمة بها مادة بالألف قائم لا بقالاش الهم قادر عابد شاهد حامد خادم نادم هازم راكع ساجد كل دي حروق كلمات اجيبها من دماغي اعقد دماغي دي لازم تشتغل ما اشتغلت شي ما انتش هتوصل شوف انا واضح وصريح ما اشتغلتش بالشكل ده مش هتوصل سدق ولكل مجتهد النصير نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عالي اه انا بقول لك منين من المدرس بتاعي اللي اعلم انه هو علمني وانا زيك علمني فانا بنقلك العلم ده اتعلم مني كده عشان تنقل لابنك بلاش تنقل لابنك تتابع ابنك تتابع ابنتك حتى عارفة ان ابوها او امها بتعرف تقرأ مش كده كل حاجة فاهمة اه كل حاجة فاهمة ايه يعني ايه يعني ما الصيام احنا في رمضان اهو هل فينا من يستطيع ان هو يفتر كده بمساجه ليه طبعا يبقى زيما انت تستطيع انك تصبر على الجوع اه اصبر على التعليم انا بقول لك معايا انت شهر ده والشهر التاني كمان بس الشهرين اتنين ما تقدرش تتحمل مذكرة شهرين اتنين وما للناس اللي بقى الدكاترال الطرب اللي قعدوا سنين يذاكروا دور انتوا ما تشقال منهم يعني حاول اتجد عني اضغط على نفسك اضغطي على نفسك يا استاذة طلعي من الكتب وبعتولي على الواطس طلعلي من الكتاب كده طلعلي طلع طلع من الكتاب اه بس تقرأ مش اول ما تشوف الكلمة مش عارف تقرأه وطبع جميعا محاوضلي عليها انا مش عارف اقرأ دي لا ده لازم يشتغل بقى تمام نكمل بقى عارفنا هنقرأ ازاي تمام طيب هو قال لي كده انت كده بتقرأ طبعا انا عايز ايه اخدها املاق بقى فانا بقول ايه الوالد الوالد اه ال شوف الالف والنام اكمل اللام عليها سكون اتخذت سريعا ال شوف المد بقى ال و اه و لد لو اظهرت المد وانت بتردد الكلم وتردد الكلمة مرة واثنين وثلاثة طب وليه بترددها مرة واثنين وثلاثة ليه بتقول الكلمة مع دماغك مرة واثنين وثلاثة ليه ليه عشان تحدد الكلمة دي كم مقطع صوتي اصلا طب بعد الثلاث مرات انا برضو بسا محددتش دي بدماغك مشغول في حاجة تانية على طول لا دماغي مش مشغول يا أستاذ عيد تاني ال اه 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 اي حاج على الكراز اي حاج ال والد ال والد اه اه تالس مقاطع اه ال وكتب الالف واللاف وارجع اقرأ الالف واللاف مع المقطع اللي بعد الالف واللاف كلمة مقطع يعني مش حرف مقطع طب لو قرأت حرفين مع بعض اسمه مقطع لو قرأت حرف في الوحده برضو اسمه مقطع فانا بقرأ الحرفين مع بعض لان فيه ساكن مع اللي قبل فانا بيقرأه الاتنين مع بعض يعني اسمه مقطع طيب هنا ده اسمه مقطع اه القاء لوحدها مقطع ليه لان الحرف ده ما فيش حرف بعدينه عليه سكون ولا عليه شد يبداه حرف متحرك خ يعني ايه خ يعني ايه حرف متحرك يعني هقرأ وقف مش هقصر زي هنا ال وف ما ينفعش أقول ا واسيب اللام لأ طبعا ال مع بعض دي لام قمرية اهو خ دي ما 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 ودايما تركز الكلمة اللي فيها ماد تظهر الماد جدا والكلمة اللي فيها ماد ما تقعوش تسرح بقى وانت بتقرأ كده ها وادمغك مع التليفزيون لا مع اي حتة كده ها وتقعوش تعمل هالب المادة او تقرأ المبدودة لا ركزوا ما الله يخليكم طبعا هنكتب كلمة شاهداء شاهداء اكتب اكتب معايا شاهداء 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 مقاطع متساوية في الخبطات شاهداء 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 المادة واضح ما بيبقى السريع كده اهو شاهداء قول بقى شاهد شاهد يبقى شين مادة بايه شاهد تشين مفتوحة يبقى مادة بالياء يبقى شين مفتوحة ايه واحنا خدنا مادة بالياء اصلا وبعدين الحرف المفتوح بعدين مادة بالياء حرف المفتوح بعدين مادة بالقالة شاهد لا هعمل هي دو شوف المادة هنا شاهدو انا عايزك تركز الصوت بيطلع شاهدو شاهدو شوف الشي اللي وحدها خدت مسافة والهاء ما خدتش مسافة هي هي دو لأن ما فيش ما بينهم حرف مادة تمام اكتب قادمة هاتب تأهي قادمة 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 قادم قادم اكتب قادم اكتب اكتب قادمة اكتب سيئة استاذ تمام اكتب قادمة 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 تمام ركزوا معاك نفس الكلام نفس الكلام ابوس ابوس ايدك ابوس رجلك ابوس راسك كده ركز في اللي بقوله ونفذ اللي بقولته النهاردة بالحرف الواحد هنقرأ دي ازاي هنقول ايوه شاهد وضح مع نفسك ايوه وضح شاهد ثلاث مرات وتكتب مرة واثنين وثلاثة برضه وبعد كده تكتبها ساعتك بدون حركات وتقرأها بقى كده شاهد يبقى لما تسمعها من اي حد هو ايه اللي بيحصل المخ احتفظ بها خلاص بعد مئة سنة ربنا يطول في عمرك بالصحة والبركة انت وكل الاسادزة اللي معاني لو مئة سنة وقال لك شاهد هتكتب شين مادة بك ليه اصلا انا قرأتها صح مرتين ثلاثة ووضحت المادة فبالتالي المخ احتفظ بيه لما قرأها بقى بسرعة مثل القراءة العادية شاهد استحالا ساهد بالشكل ده نوصل لمستوى كويس جدا كده غير كده مش هتوصل بسملك بالله لو ما اتبعت بالشكل ده ما هتوصل وان وصلت هتوصل على مسافة بعيدها قوي انا بلخص عليك الموضوع حد عنده مشكلة في الحصة بتاعة اليوم طبعا حس ما خلصناش باندي بالقلف بالقلف نسا نوضع كلمات كتير معلام شمسية والقمرية والحاجات دي حد عنده مشكلة انا ما عندش مشكلة ها ها ما حدش عنده مشكلة خالص في درس اليوم كله انا ما عندش مشكلة طيب طب اللي عنده مشكلة بس هو اللي ممكن يبتح المايت ويكلم تمام يعني احنا ما فيش حرار ما فيش حرار انا انا كبير كده مو استاذ نعم قادمة قاف والف ودال ومين قاف والف ودال ومين اهو هنقول اهو قادمة انت عارفها هتقرأ ايدي ازاي يا معامر قادمة قادمة انا ما قلتش قادمة انا قلت ايه قادمة قادمة اه قادمة ايه قادمة هنا دي ما نقرأ قادمة 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 اهي قادمة 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 هنا لو انا مدتها استحالة تضغير هنا انا معرفش امدها هنا انا معرفش امدها معرفش امد القا يقولش قا ديمة لا ليس مد هنا فانا هقوله قا دي ما الحرف طالما مش ممدود يا جماعة يقرأ مع الحرف اللي بعده بسرعة مش بيسكون بسرعة قا دي و هذا المعلمين دي ما قا دي ما قادمة إنما دي ما ينفعش أقول إيه قادم لا قادم ها حد عنده أي استفسار حد عنده أي حاجة خيب فهمنا الدرس كويس الحلقات بتنزل على اليوتيوب نعم الحلقات بتنزل على اليوتيوب ولا لأ لا يا أستاذ أمونا وبتنزلش وأنا مش عايزك تعتمد على حلقات اليوتيوب خالص أنا معاك يو صوت وصورة بتكلميني وبارد عليك عشان لو في أي حاجة تقولي لي واشرح حالة مرة واثنين وثلاثة فركز معاك في الحصة ما تعتمدش أن أنت هتبص على الحلقة في اليوتيوب حلقة اليوتيوب دي لما تكون خلاص أنت خلاص فهمة كل حاجة وحاجة تعمله براجعة سريح بس اه فيه مادة بالألف في اليوتيوب ايوة في القناة بتاعت بيه مادة بالألف مفيش كلام بس برضو ما تركنيش عليه أهم حاجة الحصة بتاعت الآن هي دي مهمة عرفنا هنأمل ايه هنجيب كتاب اي كتاب من اي مكتبة قصة كتاب أطبال اي حاجة صغرقة اي حاجة على حركات وابدأ اقرأ خدنا اللام الشمسية اه واللام القمرية ايوة اقرأ كلمة بها لام شمسية طيب الكلمة ده هات الكلمة دي يا أستاذ بها مادة بالياء واحنا ما خدناش مادة بالياء اقرأ يا بس على الغاية هنا بس يا بنا عرفت اقرأ دي اقول ايه الشا طب ما تزوج بعدها واو هنا مثل اول وحاول اتعلم اتحرك واو اهي واقرأ بقيت ايه حط حرف سائد من دماغك بقيت ايه وشا حط فا بقيت فشا حط كاب بقيت كشا اعمل اشتغل اشتغل